انشقاق ضابط في القوات الجوية السعودية إليكم تفاصيل الخبر أعلن ضابط في قوات الجوية الملكية انشقاقه عن النظام السعودي احتجاجا على استمرار سياسة آل سعود الإساءة للدين الإسلامي موجها رسالة هامة لأبناء الشعب السعودي أكد الملازم أول سالم ناصر القحطاني في فيديو نشره على منصة X تابعته وكالة أن انشقاقه من النظام السعودي جراء ترد الأوضاع الاقتصادية للمواطنين والجيش السعودي واستمرار محاربة الدين الإسلامي وانعدام الحريات الأساسية لحقوق الإنسان في المملكة وأوضح القحطاني أن سبب الله سبحانه وتعالى والإساءة للدين إليه في السعودية أصبح بالشيء الطبيعي وانفاق المليارات على الحفلات التي تقدم للشعب السعودي دون أي قيمة حقيقية وأشار إلى تسخير النظام للدين وحماية السلطة تحت غطاء الآيات والأحاديث دون الحفاظ على الأخلاق والقيم داعياً الشعب السعودي إلى الخروج عن صمته الذي هو فيه وبكي أن تنام الخبر بشكركم على حسن استماعكم فضلاً لا تنسوا العجاب الفيديو والاشتراك بالقناة